قبل ما ندخل في الكورة عايزين نقول لأبطال تنس الطاولة ألف ألف مبروك النهاردة توج رجال وسيدات النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز لتنس الطاولة عن جدارة واستحقاق الرجال والسيدات الاتنين النهاردة على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية الرجال والسيدات فازوا على أولاً كسبوا البطولة كسبوا الموسم بدون خسارة ما خسروش ولا مباراة الأهلي تغلب في ختام اللقاءات على السناء البترولي أمبي في الرجال 3-1 وبتروجيت في السيدات 3-2 بعد المباراة مارسونية شكلك اتفرقت عليها أنا اتفرقت عليها انت ما فاكر كرة القدم هي الرياضة اللعوبة التي تلعب الأفئدة روح اتفرج على تنس الطاولة عشان قلبك يقف بجد يعني انت بتشوف مشاهد وعلى بونت تبص تلاقي المتأخر يرجع ويكسب لعبة جميلة ومسيرة وأنا كنت طبعاً أول مسؤولية لها في النادي الآن أن أنا كنت سكرتير تنس الطاولة في الشتنات وعدت يجي تسع سنين والحمد لله يعني أبنائنا هم اللي بيقودوا دلوقتي العمل في تنس الطاولة ولكن ان النادي الآهلي عارف النهضة الكبرى في النادي الآهلي دي سببها ايه؟ من دينة نصر مش أنا حكيت لك لما كسرت البلاط وكنت المفروض إن أنا ترفض والفريق مرتاجي عالدهالي وضحك وقال لهم نوايا طيبة يعملون له القوضة دي وبلطوها له كسر يا اسمي هو عمي مجاهد ها كسر مجاهد اه فمش يعني يقول له ده فاكر نادي بتاعه فقلت له بس طب ممكن نبلطها عشان نلعب البطولة اللي جاية وبعدين حلال حلال لأنه كانش فيه ملعب لتنس الطاولة في النادي الآهلي اي كان مدرجات الدرجة الثانية تهدد وتعامل فوق الملعب بتاعته مدرجات الدرجة الثانية اي وابتديني لما روحنا بعد كده اه افتتحنا الحمام السباحة اللي تحتيه خمس سلاف متر اي اه في مدينة مصر وكانوا جعلنين وقتا كانوا دي بقى الانطلاقة الكبيرة اكبر ملعب بتنس طولة في العالم صحيح اه طيب في المباراة الاولى في الرجال عمر عصر فاز على احمد نديم لعب انبي تلاتة صفر ويوسف عبد العزيز رفع الفارق بالفوز في تاني اللقاءة على عبد الرجال رحمن حجاج ايضا بتلات اشواط صفر محمد صالح لعب انبي فاز في المباراة التالتة على محمد البيا للعب الاهل بصعوبة تلاتة اتنين قبل ما عمر عصر يتدخل ويحسم اللقب لفريقه بالتغلب على عبد الرحمن حجاج تلاتة صفر شوفاني عايز اقول لك عاجل اه مباراة احمد علي صالح احمد ولا محمد محمد صالح دخو احمد بقى العبقاري اه اي 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 اقول كبير المباراة دي كانت من اجمل الماتشات اللي شبتها فاز فيها الاقل اخطاء اه يعني البيع اللي تقدم تعادل البيع اللي تقدم تعادل ثم مباراة مارتونية في جيم الخامس اه 16-14 مباراة كانت رائعة من الطرفين الحقيقة امتعتنا جدا جدا لكن الظاهرة بقى ما هو حلو ان احنا اتكلم وندي معلومة صغيرة بس كانت بالسنة دي لأول مرة شهدت عودة نهال مشرف عمر عصر اه دينا اصدق اه دينا دينا بنت نهال اه دينا الممت اه لا عمت عمتها عمتها اه اه هي بنت بنت الدكتور دكتور علاء بنت علاء ما هما دول كلهم عيلة ايوه كلها تنس طولة اي عبقرة صحيح دينا مشرف اه طبعا وهي ساحبة الترتيب الذي يتقدم باستمرار عالميا اه رجعت اه عمر عصر بعد انحقق اه نتيجة مرعبة في كأس العالم رجع اه طبعا اثراء اه رائع جدا لتنس طولة المصرية اصبح ترتيب الرجال في نهاية الدور الاهل الاول امبي التاني اه الاهل الاول ثم امبي ثم الزمالك ثم الحوار فريق الحوار الرابع في السيدات تمكنت مريم الوضيب لعبة الفريق البترولي من التغلب على هانا جودة في المواجهة الاولى ثلاثة اشوات مقابل شوتين كسبت تلاتة اتنين رجعت دينا مشرف للمواجهة بالفوز والهوضيب الثلاثة صفر قبل ما تتمكن اميرة يسري من التقدم لبيتروجيت بالتغلب على ندين الدولات لبنفس النتيجة ثم عادت بقى البطلة دينا مشرف لتفوز على مريم الهوضيبي الثلاثة صفر وتحسم هانا جودة اللقاء والمركز الاول للنادي الاهلي بالفوز على مريم الهوضيبي الثلاثة صفر الترتيب النهائي للسيدات الاهل الاول وبيتروجيت التاني ثم الزمالك الثالث وجزيرة الورد الرابع جهاز تنس الطاولة في النادي الاهلي بيقوده الكابتن أشرف عفتاح رئيس الجهاز والكابتن فتح عبد ومدير القطاع الناشئين والكابتن أشرف صبحي مدرب الرجال وأحمد عبد السلام مدرب للمرتبط والناشئين تحت 19 وعادل شمال مدرب عام للسيدات وأحمد عياد مدرب للسيدات وأحمد حامد مدير إداري ولقب الرجال هو الرقب الـ 14 على التوالي بصوا بقى الإنجاز ده الدور الـ 14 على التوالي لرجال النادي الاهلي والدور الثالث على التوالي بالنسبة للسيدات هنا جودة البطلة قالت إن التتويج وبطولة الدوري ده نتيجة لجهد الجهازين الفني واللعبين وندين الدولات قالت إن احنا بنسعى للفوز بكل البطولات على كافة المستويات وكابتن سيد لاشين قال إن احنا تعهدنا على الفوز بطولة الدوري لإسعاد الجماهير ويمكن انتوا شايفين الكابتن معتز عشور رئيس الاتحاد تنس الطولة وأسرة الاتحاد في توزيع الجوائز على أبطال وبطلات الدوري ترجمة نانسي قنقر